اشتركوا في القناة تحنية موصولة لكل المغاربيين أينما كانوا للمغاربة على وجه الخصوص سواء كانوا داخل المغرب خارج المغرب لغالبية الجزائريين والتونسيين كان رحبوا بالجمهور العربي أينما كان كان رحبوا بكل المهتمين بهذا القضايا وهذا المحتوى نتمنى أنكم تكونوا في أطيب الأحوال كيف كانت تلاحظوا عندنا اليوم جزيلا المواضيع اخترت أنني نشاركهم معكم هذه المواضيع اخترنا لها عنوانين الأول جمهورية الصحراوية البطوشية الوقاقية تندد بالاعتراف الفرنسي سنشوفوا البلاغ ديالها على لساء واحد هذي تعرفوه مجرد ما تسمعوا الصوت ديالو هذي تعرفوه ونسمعكم الصوت ديالو وانعلقوا لهذا البلاغ اللي هو صراحة بلاغ يبعثوا البهجة والسرور في قلوب المغاربة والعنوان الثاني لموضوع يتعلق بالمنسيين جوج نساهم مكرون أهنهم مكرون رغم انبطاعهم رغم تزلوا فيهم رغم تسولهم الأمر يتعلق بفخامة الرئيس عبد المجيد تبول اللي طج من الجزائر لما علم بوصول مكرون مشال ميصرف وحد الزيارة لم يعلن عنها مسبقا وغريب وعجيب ان زيارة دي الرئيس لدولة كنتم اعلن عنها في نفس اليوم أول مرة كنشوف هذ هذ الغريبة من الغرائب أنه تم الإعلان عن زيارة تبون لمصر سويعات قبل سفر تبون إلى القاهرة تبون بطبيعة الحال لكيف ذكرت أنه ترج سلطنة سلطنة عمان وهذه زيارة لبلدين قدرنا نطلق عليها زيارة بدون معنى ولا عنوان والمتخل والمتخل عنه الثاني هو رئيس الولايات التونسية المعين والمحمدي من نظام دولة العسكر المنقلب قايا السعداد جوجادو معاك خصوصا هذا المنقلب التونسي كيف يتتبع وكيف ينظر إلى استقبال مكرو في الرباط وكيشوف ذاك الهيبة وذاك المهابة وذاك الفخامة وذاك الأبها دا العاهل المغربي محمد السديس وكيسمع ذاك الخطاب المزلزين تذكروا خصوصا الإخوة التونسيين تذكروا ذاك اللقاء ديال دونكيشوت التونسي المنقلب قايا السعيد بماكرو صراحة كانوا واحد اللقاء موديل ومهي لتونس والتونسيين هنا بالمناسبة ندعو الإخوة التونسيين والتونسيين يرجعوا الأرشيف وشوفوا ذاك اللقاء ديال هذا المنقلب قايا السعيد الذي يستسيد على التونسيين والتونسيين هو درغام وواحد الهيزبر وواحد الشخصية تضربوا بيد من حديد على من على يد الضعفاء والضعيفات من الشعب التونسي ريب تونس وعاد بتونس إلى حقبة ما قبل الاستقلال هذه تصيف الحقيقين ما قام به هذا المنقلب في تونس وبقي العاطي يعطي بقي العاطي يعطي الأخوة التونسيين والتونسيين ترجعوا يشوفوا هذيك المشاهد كيف استقبل أو كيف كان اللقاء بين المنقلب قيس سعيد وماكرون وغادي يشوفوا العجاب العجاب إذن هذو هما جوش دي المواعد اللي اختاريت لهذا المباشير أتمنى أولا أن الصوت والصورة يكون واضحين ككل مرة كنت أذكر المتتبعين الأوفياء والوافيات لهذه القناة ما يسوش إبداء الإعجاب تعبير على الآراء ديالهم طبعا في الحال لا كانوا يتفقوا مع هذا المحتوى وهذه النوعية من المواضيع فضلا وليس أمرا وطريقة إبداء الإعجاب هو أن نقر مرتين على الشاشة لكليك جوش ديال المرات وغادي يظهر لكم هذه الخاصية ديال الإعجاب إذن بطبيعة الحال خلونا نخل فجوش المواضيع الهامين واللي بعلاقة بهذه السيارة المكرورة التاريخية للمملكة المغربية وبطبيعة الحال الانتصار المغربي الكبير على الإرادة الفرنسية المغرب أخدع ماكرون أخدع الدولة الفرنسية لمطالب المغرب وهذا بيعترف الإعلام الفرنسي اللي يتكلم بصريح الهبرة بأن المغرب فرض شروطه على فرنسا وفرضش المغرب شروط دياله الفرنسا لأنه قوة عظمى ولا لأننا كنصنعه عابرة طائرات صورة العابرة القارات أو أننا كصنعه القنابل الدرية وإنما لأننا معنا الشرعية والحق والحق فقط إذن الخارجية الفرنسية وضعت خريطة المملكة المغربية كاملة تانية الله 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 يتبون ويا المنقلب قي السعيد الحسود الغيور مما وصل إليه المغرب لكن حاجة في نفس هذا المنقلب قي السعيد الذي ينظر إلى المغرب بنظرة الغيرة والحساد منذ مدة وشأنه في ذلك شأن واحد الفئة للأسف من التونسيين أظنها قليلة الذين ينظرون إلى إنجازات المملكة المغربية بعين الحسود وبغيرها غير متناهية صراحة كانت شوفوا بعد البلاتوهاد التونسيين فيما بينهم نكيتناقشوا على الأوضاع داخل المغرب دائما يقارنوها بتونس وكي يقول تمنينها لو كنا نحن لماذا لا نقتدي بالمغرب وواحد الفترة إحنا كنا كانت الريادة عندنا والمغرب جاء من خلفنا وتجاوزنا وشوفوا غير ذلك الإنجاز للكأس العالم الأخير صراحتان أنا سأني وصدمني أنك نسمع الإخوة التونسيين كي يقولوا شي كلام في البلاتوهاد وفي القنوات الرسمية كي يقول لك أني كنا نشوفوا انتصارات المغرب كنا نتمنى كنا نتسألوا عشما نكونوش إحنا عكس بقية العرب كنا نسمعوا كلام آخر نسمعوا الفرحة كنسمعوا هذا إنجاز عربي هذو رجال هذو نتجاجة عمال ما جاش هذو انتصارات الكرة وليدات الصدفة إلا عن الإخوة التونسيين لستوا أدري لماذا دائما كي يقولوا علاج إحنا وانا كنت شعر بالغيرة وانا كنت شوف المغرب كين تاصر وهذا على مدى يدل يدل بأن كين واحد في أنا لا أعمم حتى بين التونسيين راه كين هناك أخيار وهذا الكلام لا يخص التونسيين يخص شعوب الأرض شعوب الأرض فيها الأخيار وفيها الأشرار بما فيهم المغرب وانا ما شحنا شعب الملائكة ولكن احنا كنت تكلموا وفق المعطيات المتوفرة وما يجور في وسائل التواصل للاجتماع احنا ما هذا الناس لم نشق على قلوب الناس وما ديرش إحساء انت معاونا وانت ضد انت كتب غولة كتكره لا وانا وفق المعطيات المتوفرة عن الإخوة التونسيين كنلاحظوا بأن عندهم ذلك الحسد والغيرة مرتفعة من الآخرين خصوصا حين يتعلق الأمر بالنجاح وخصوصا حين يتعلق الأمر بدولة كالمملكة المغربية فهم دائما يشوفوا المغرب عقدة عقدة مش التونسيين عقدة كانت منذ الزمان أيضا لم نظام دورة العسكر راعي النظام المنقليب قيس سعيد وهذا شيء يؤلم مفروض أنك أيوة الشعب تونسي وانا لا أعميم وانما من يتحدثون باسم هذا الشعب فرض أن تقارنوا أنفسكم بإيطاليا اللي قريبة لكم تشوفوا إيطاليا إلى أين وصلت نفسوا مع إيطاليا لماذا تنفسوا مع المغرب نظام دورة العسكر أنت تنفسوا مع إسبانيا لماذا تنفسوا مع المغرب وهذه مصيبة هذا هو شرف البلية من أن الإخوة ديالك والأشقاء ديالك في واحد جمعة ديال الأشياء عوض ما يدعموك ويكتدوا بك في صمت ويحاولوا أن يساعدوك ويصفقوك إذا نجح لا هم أولى المتربسين لإيقاعك للأسف التجربة هي من يقولوا هذا والتجربة هي من يعبروا عن هذا وشفنا هذا الأمر تكرر وظهر بشكل واضح بعد الزيارة ديال ماكرون ونحن نشوف خلال واحد البلاغ ديالجمهورية الوقواق لتندد بالاعتراف الفرنسي ونفس الوقت سنشوفوا وقع هذا الاعتراف على المرقة اللي بقي السعيد وعلى تبونتاج اللي ما قدرش يبقى في جزائر حتى يخرج تبون ميناء حتى يخرج ماكرون من المغرب بل أكثر من ذلك في البعض وللأسف محسوبين على الأشقاء العرب سنسمكم أيضا واحد الفيديو ديالو الأمر يتعلق بواحد من مؤتر كيف خرج أيضا يهاجم المغرب ويهاجم الاعتراف الفرنسي بالمغرب لأن هذا الاعتراف فيه مصلحة للمغاربة لأنه فيه مصلحة للمغاربة بدأ يهاجم هذا الاعتراف وبطبيعة الحال هذا يزيد مشروع يدك المقولة الشهيرة دي العاهل المغربي محمد السديس حفظه الله اللهم كتر حسادنا هذا عاهل المغربي محمد السديس راه عنده ملفات عنده مصادر قوية أجهزة استخبارات المعلومات متوفرة عنده والخبايا الأشياء كتكون على المكتب دياله حين يتكلم ويتحدد لا يتكلم من فرغ ربما نحن هنا في وسائل التواصل للجتمع نعتمد على ذلك التسريبات ما يسمح لنا تداوله ولكن معظم الحقيقة تكون متوفرة عند رؤساء الدول ومن يخرج رئيس الدوليق لواحد الكلام كن أكيد بأنه يقوله عن معطيات حقيقية للابس فيها لكي يقول العاهل المغربي محمد السديس اللهم كتر حسادنا فهو يعلم جيدا ما يقول إذن اتمنى أولا الصوت الصورة يكونوا واضحين لا أحتجر تذكيركم بين الفين والأخرى وإن كان هذا نزول عند رغبة معكم الإخوة المتفاعلين مع هذا القناة الإجار دائما يطلبون من التذكير بهذا الشيء من سوش يبدأ الهجاب كنت تتفقوا مع هذا المحتوى فضلا وليس أمر إذن على بركة الله هذه الزيارة دي الماكرون وكلكم تبعتها هذا استقبال الفخم الذي يليق بتاريخ المملكة المغربية رتوكولات راقية الكثيرون دخلوا في المقارنة بين استقبال ماكرون في المغرب واستقباله في الجزائر حتى الهدية التي قدمت له بينات العراقة والأصالة دي الدولة المغربية شفنا كيف أن ماكرون حصل على سيف من الذهب ومرصع من جواهر بينما مع نظام دور الصلاة وحد القاسيطة دي الحسني ودروا ليش أغنية ما يمجدون فيها ماكرون ويمجدون في الدولة الفرق شفنا كيف أن الفرق حتى طريقة هذه الدخول ماكرون إلى ضريح حسان بالرباط شفنا كيفاش حي يتصبط يلو هو وحرموه وكيفاش حرموه دارت الفولار عاد دخلت إلى الضريح بينما في الجزائر شفنا كيفاش أن ماكرون دخل بصباط وماكرون ربما عنده واحد لخل فيها عربي أن المسجد ما يدخلو له المسلمين بالصباط سووا لهم سووا لإمامه وذلك الوزير اللي كان المرافق لا وقالوا لي لا لا ماكيش مشكلة دي رغميكا في صباط ودخل الصباط هو صباط بلا ميكا وهنا كيبال فعلا حرف العشاء إذا قرنا بعيدا شوف حفل العشاء كيف كان في القصر الملكي العامير شوفوا ماكرون كان يعني يتلدد بأكل طاجين المغربي الملكي بينما في الجزائر ما قبلش أنه يأكل دكش اللي اعطاه تبونو شكريحا مأدوبة العشاء والتي اختار ما كانها وهذه كانت من الأسباب اللي خلت صاحب الفندق تعرض لأحد العقوبات من تبونو شوف فرنسا والاستخبارات الفرنسي كيف فتعبت داخل الجزائر حفلات العشاء كانوا مدعوين إليها من قبل ميتبون ولكن ماكرون در ترتيبات أخرى في فندق آخر وفاجأ الجامعة قالوا لا ما تعشش عندك تبون ما تعشش في هذا المكان وهدفه إهانة ما بعدها إهانة للجزائر ناهيك على اللباس نحن نشفنا العائلة الملكية كيف كانت جلبة المغربية وتكشيطان المغربية وقفطان المغربي ودكشي يعني نقول الهي كلاس صراحة كيدل على أن وهذا شي اعترف بماكرون في خطابه أمام برلمان تكلم عن أن هذه دولة عمرها أكتر من آلف سنة شوفوا هذا الحراس الملكي اللي رفق ماكرون كيفاش كان والطريقة واللي بحثش شوية إنسان في التاريخ هذا الحراس الملكي رأت قريبا هذه أكتر من آلف سنة هذه كلها إشارات لمن لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع إذن باب المقارنة بان بأن نرح مغرب دولة قارراو ودولة العسكر غير دولة تولدت البرح بمعنى آخر دولة بقى تتحمل ليس عيبا العيب ليس أنك تكون دولة يلا تلتت البرح ولكن العيب هو أنك تحاول تزرحم الكبار العيب هو أنك تحاول أنك تقلد الآخرين العيب هو أنك تسعى إلى سارقة ترات وتركمات الآخرين هذا هو العيب ركينا الدول وولدت بعد دولة العسكر نقولون على سبيل المثال وفيش هذا تقليل من هذه الدول دولة الإمارات متى تأسست قريبا أنه سبعينيات القرن ماضي سبعينيات توحدت هذه الإمارات واخدت الشكل الحديد اليوم اسمه الإمارات العربية المتحدة شوف ما شاء الله العيب الإمارات وينصل أي تأثير دولي أي حياة كريمة وفرها النظام الإماراتي للشعب الإماراتي الدولة ووازن تأثير عندها قوة إقليمية ودولية ونظام دولة الإمارات العربية الست واحد وسبعين ونظام دولة العسكر 62 تقريبا عشر سنوات وشوف الفروق بسنوات ضوئية بين البلد العيب مش أنك تكون بلد حديث الإنشاء حل جزائر ولكن العيب هو أنك تتعلق فين تتفلق هاتش مقاعد نظام دولة العسكر كي تتعلق فين تتفلق اليوم زيارة ماكرو جاءت بالمنتظر والمغرب الحمد لله حقق الأهداف ما صام شوفت على بصلا بالعكس مغرب صام وفتر فطورا ملكيا دسما وواعدا ب مستقبل مزهر تذكر ديك واحد العبارة سوف استعير وافد المباشير واحد العبارة يلدك المعلق عماني المعلق العماني كان يعلق على مقابلات المنتخب المغربي في كاس العالم الأخيرة بعد ما المغرب ومقابل الثالثة فاز على كندا او كان يجل الأهداف على كندا كان يقل العبارة يقول بلجيكا همشات أرا كندا بلجيكا سنقول إسبانيا مشات أرى فرنسا فرنسا مشات أرى بريطانيا فرنسا مشات أرى بريطانيا الآن الدور على بريطانيا العظمى كي تنتحق بالشرعية الدولية وإن شاء الله ستكون هي البلد الثالث الذي يملك الفيتو داخل مجلس الأمن الذي سيعترف بمغرب السحرة ونرى إرهازات قريبة وقريبة جدا لأنك نرى ما حدث في فرنسا يتكرر داخل بريطانيا العظمى فرنسا ما جاش بين عشية وضوحها وعبرت على المعطيرة في مغرب السحرة كان هناك نقاش داخلي كان هناك مطالبات كان هناك مخاد كان أخذوا رب ودي الأنظمة الديمقراطية لا يأخذ القرار واحد مجرد أنه يحكم البلد بحال شنغريحة وتبون غاركة شنغريحة يدير الأوامر وتبون ينفذ تلك الأوامر بين عشية وضوحها لا استشارة لا الأحزاب لا المنتخبين لا برلمان لك شكله غير خضراء فقط مع لا قيمة ولا وزنة لهم كتفدك المجلس الأمن الأعلى المصغر داخل دولة العسكر ولا يأخذ القرار يجمعوا في ساعة ويقولوا هاي القرارات بينما فرنسا دولة ديمقراطية شئنا ما أبينا القرارات كتتخذ بشكل آخر بأسريب أخرى ويفقى مساطر معينة كي يكون هناك نقاش أخذ رد شنو هي الإيجابيات شنو هي السلبيات ومبعد كي يخرجوا إلى قرار المحاول لتحمله الجميع وهكذا في فرنسا موصلات إلا بعد مخاض طويل وتفكير إلى هذه النتجة المرضية للمغرب والمغرب والبريطانية هي في نفس الطريق شنو قبطات شهور أن مجموعة النواب في مجلس اللوردات البريطاني كيف أنهم كتبوا رسالة للوزير الخارجية البريطاني طالبونه بضرورة الاعتراف بمغربية السحر وبأن هذه يخدم مصلحة بريطانية وأكيد أن بريطانيا في القادمة الأيام لم أقل السعاد سوف تعترف بمغربية السحر وعودة ترام أيضا نراها كتشكل واحد للضغط كبير واحد لكابوس على مندام دولة الأسكر ما بعده كابوس إذن الزيارة طبيعة الحال كان لها الكثير من الإيجابيات أتارك الكثير من الميداد طبيعة الحال أصابت البعض بمقدر نقول بواحد من نوع ديال السعار واحد من نوع ديال الأزمات والارتجاجات في الدماغ فأصابت سنبدأ بواحد جمهورية وقواقية بطوشية باقة مسكينة كتحلم منذ خمسين سنة كتنرسى جمهورية ويوما عن يوم يتبخر الوهم ويقتربون من الحقيقة المؤلمة خطوة خطوة وهو أن هذا الملف سيسحب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونبيون عليه السلام أنا هنا أريد أجل واحد نصحة قبل أن ندخل فهذاك البلاغ دي جمهورية الوقواق الديمقراطية التي تنادد بفرنسا فرنسا كتعتبرها قوة وازمة داخل الاتحاد الأوروبي واحدة من الدول السبع الأكتر تصنيع في العلام عوض دائم في مجلس الأمن جمهورية الوقواق الديمقراطية التي رأي أسواب نبطوش هذا المكسل تحت شيخيمات ما في الرابوني هذا يندد بفرنسا وكيقيم الأداء ديال فرنسا ويتوعد فرنسا بالويلة والتبور وعضائم الأمور وفرنسا فتقصى من المجتمع المهم لماذا نستبق يعني محتوية هذه البيان سأخذكم تسموهم على لسان واحد قلوا عليه صراحة تائه لا هو لم يعود لا وطنيا مغربيا ولا بطوشيا ولا انفصال ولا مبقى صراحة حتى مصطلح خائن لم يعود يليق به لأن هذا المصطلح الخائن قل لك يبدل جلد مرة أكثر من مرة فهو صراحة بدون لون ولا طعم ولا هوية واعتبروا بأنه أصبح من الماضي وانتهى انتهى فقط هذين نذكركم به ونذكركم بصوته الشجي الذي يعبر عن صراحة آلام ما بعدها آلام إذن نبغي جاء واحد الكريمة غير بسرعة بين قوسين قل من دخول البلاغ وهو أن هذك الإخوة الموجودين داخل بين قوسين إخوة في الإنسانية الموجودين داخل مخيمة تندوف ربق عندكم فرصة آخيرة فرصة آخيرة حاولوا أن تستغلوها شنو هي؟ حاولوا أن ترفعوا إلى العهل المغربي محمد السلس حفظه والله استعطافا بإعادة إحياء هذا القانون لأن الوطن غفور رحم القانون الذي سنه الحسن التالي رحمة الله عليه ليسمح للكثيرين من المغرر بهم داخل مخيمات الحماداء والرابوني وتندوف أنهم يرجعوا لبلادهم ويوم عايش العيش كريم ومنهم من يدبر شأن المهلي فإن كاني الوحيد اللي يبقى لكم وعلى رأسكم بن بطوش هذا بن بطوش رئيس الجمهورية الوقواق هذا اللي تقمص الدور وتقمص الدور وتقمص حفظ رسوله رئيس أو غير اللي رئيس أنا أنصحك لوجه الله أيها البطوشي الكبير رئيس البطوشيين وبما أنك رئيسهم فأنت كبيرهم الذي علمهم السحر نصحهم نصح ذلك الرفاقاء ديارك وريهم طريق الخلاص نقول لهم رأي الحل اللي بقى لنا هو أنك بعته برسارة استعتاف للعاهل المغربي ونطالبه بأن يعيد تفعيل ذلك القانون إن الوطن غفور رحيم واشترحه للمغربي أما شيء حاجة أخرى دون ذلك فإنه الضياع والبقاء في المنفع وحياة اللجوء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ودعتنا فرنسي أصبحتم بعيدين بسنوات ضوئية عن هذا الوهم الذي زارعه لكم نظام دولة الأسكر في عقولكم إذن سأسمعوا واحد ضائع تائه واحد بلا طعم ملاهوية واستمتعوا بقراءة هي لبلاء الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الوقواقية البطوشية العظمة شوف ماذا كتبت وكيف كان رد فعلها ضد الجمهورية الفرنسية ورئيسها ماكرون الحكومة الصحراوية تدين الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتؤكد أنه تشجيع للاحتلال على مواصف الحكومة الصحراوية لكي اسمع الحكومة الصحراوية يصحب لماذا دير الدولة عندهم عاصمة وعندهم وإزارات وكي يعني إقامة الرئيس وورا عايش في العجاج وفي الغبراء وما عنده حتى فين يقدر حوائج البيولوجية دياله حكومة ماكت ما يأكل كي تسنع عايش المساعدات الدولية والصدقات والمعونات والهيبات يقولك الحكومة شو ده باش تعرف الإنسان ره من أصعب الأشياء الممكن يتعرض لها الإنسان في حياته وهو ديك الآفة ديك التدخم الآن تريد المرض شي حد كبير مهيم وأنت تافي هنا لا قيمة ولا وزنة لك حل نظام دولة العسكر تببون يعني حلم بالجزائريين وطلعهم السنة السبعة ونزلهم على قرفتهم الزائريين طلعوا العلالي طار بهم تببون إلى عوالم غير العالم الواقع الذي نعيشون فيه ولما استفقوا استفقوا على كوارد ما بعدها كوارد تببون في الولايات اللي ولادي يدخلوا البريكس وغادي نديروا ونصدروا المالهين دي الأطناء من القامح ونزرعوا البيض ونزرعوا الحديب ونحن راها قوة ضاربة ونحن أقوة منظومة صحية ونزلق مجا نتعالج في ألمانيا هذا تببون نتكلم على أقوة منظومة صحية زلق مجا نتعالج في ألمانيا ونحن مهد الديمقراطيات وزيد 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 وفي الخار الجزائريين لما استفقوا استفقوا على الكوارد استفقوا بأن حقيقة الدولة ديرهم لا وزن ولا قيمة ولا مواقف الدولة أصبحت منبودة من العرب قبل غيرهم الدولة كتعاني كل الآفات الاجتماعية كل الآفات الاجتماعية وما زادت طينا بالله مؤخرا أن أسعار الغاز والبيترون نزلت وغادي تزيد الأزمات ستبان أكتر فأكتر داخل الجزائر هكذا هذا بنبطوش بنبطوش تاق يسحب رسول الله رئيس ومنك يمشي دولة تبونك يعطي الطائرة نير الخاصة اللي هي مدفوعة بأموال الجزائريين وصدق رسول بنبطوش بدك يحلم بدك يحلم في إعلان دك أحلام اللي يقادة أنه في يوم الأيام وهذا يوم أصبح أقرب من أي وقت مدى أنه سيصبح رئيس جمهورية إمبراطورية الصحراوية الديموقراطية وعاصمة هالعيون أبقى صلت ما في الطائرة أو بدي يستقبل الرؤس أفين أبرمطوش أبقى تحلم تمام كما حال ما غيرك وسينتهي بك الأمر إلى أن يلقى بك في حفرة من حفر تندوف وغير يجيب لك واحد مورا من بعد منك وهكذا دواليك ونرغت أكتر مرة هذه كرة مقبرة الأحياء إذن سموها دخينك يقول لك الحكومة الصحراوية تندد بما قامت به فرنسا وبدعمها للاحتلال سمع سمع صلت عدوانه على الشعب الصحراوي الشهيد الحافظ التاسع والعشرين من أكتوبر الفين واربعا وعشرين عبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها للموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إمانويل مكروم مؤكدة أنه سيقسي فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى سيقسي فرنسا القرار مكروم سيقسي فرنسا شكرا سيقسي فرنسا عم تبون ولا خاليش نقريحة هو سيقسي فرنسا فستعرف الناس دورك صراحة عندهم انفصال في الشخصية هذا ما يسمى بالحكومة الصحراوية عندهم سكن انفصال في الشخصية ناس ما عارفينش ما عارفينش باش منفوها عايش فيه كوكب آخر ربما ذاك ذاك الغباهر وذاك العجاج اللي عايزنا فيه يحجبوا نظرهم وفكرهم عن حقيقة ما يحدود في هذا العالم اللي عايش فيه هنا وربما عندهم عالم خاص بهم ربما لهذا الاسباب الناس عندهم تأخر في إدراك المتغيرات والتطورات السريعة والمتسريعة في هذا محط الدولي قالك سيقسي فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية قبل فرنسا اعترفت من مغربية أسهر هل تم إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من أي دور داخل الأمم المتحدة هي صاحبة القلم الأيوم لا هذا وهي اللاعب الأول داخل مجلس الأب سمعوا هذا نكملوا مع دخونا وأكيد أنكم عرتون شكوه هذا هذا هو هذا المديع اللي كانت يطلعناه في أخبار الثامنة في المغرب اللي يمسكين كلت به الأيام وأصبح ينتبق عليه المثل القائل يرحموا عزيزة قومي ذل كان عزيزة قومي في المغرب كان كيدخل كل بيوت المغاربة في النشرة الثامنة كان كيدخل عاش الملك والصحراء المغربية وكان كيدخل يعني كيدخل يعني كيدخل عينيه وسائل التواصل وكانوا بعض المغربة شموه شموه بأنه غير وصولي منافق غدار ها وكان كيدخل كيدخل كيدفع رأسه الصحراء المغربية ليست الموسى وما وأنا مغربيتي لا أسأل فيها كان كيقول هذا الكلام والتشجيلة بقى موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وبينها عشيزة من دوحا لأنهم اكتشفوه وقالوا لجمع شروطك تمرد وبظن رسوبي أنه سيناطح الكبار سيناطح الكبار وغير يبتز ولكن فاشلة سعيه اليوم وأصبح مشردا في فرنسا عايش على اللجوء وعلى المساعدات ما كانت كفية وقال لحتى فربما يكمل بهذا وسائل التواصل الاجتماعي يكمل باليوتيوب يكمل باليوتيوب لك المصارف الشهري دي وعليتي أكيد عرفته لا يستحق أن أذكر اسمه لأنه أصبح في عداد الويفايات كم المصارف ما شك يقول هذا خير نحن مصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وأضافت الحكومة الصحراوية في هذا البيان إن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع ل الاحتلال العسكري المغربي الشرعي ومعاظرة له لمواصلة عدوانه الهامجي ضد شعبي الجمهورية الصحراوية ومن شان يقول لك هذا كلام إنشائي يعني لا ترى الفرنسي سيشجع المغرب على الاستمرار في احتلاله و للشعب الصحراوية وراء الصحراوية كلها برغبة أو بدعمين أو بلا دعم من فرنسا رهية تحت السيطرة المغربية يعني هذا أمر محسوم الصراع العسكري يحسمون المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي يعني أعلم في خيركم وركم ركبتوه أقصر نجدكم وركم درتوه يعني السلاح ركم جربتوه وركم صوتو للا شيء يعني هذا أمر تحصيل حاصيل هذا فقط كلام إنشائي خالي من المحتوى ما جرد تشجيل موقف الهدف منه هو أنكم تبينون دوكم محتجز داخل المخيمات لأننا ربقين هنا وبأننا نندد ونشجب هذه عادة بعض الأنظمة العربية والإنسان العربي هكذا ضواهر صوتية لا أقل ولا أكثر ولكن المتحكم في مجرية الأحداث هو من له القدرة على توجيه الأحداث والتعامل مع الواقع بواقعية أما هاد الشعارات وكتابة البيانات وإصدار البلاغات هاد الشي هاد أنتم صراحة رائدون ومبدعون ما يمكن إصدار لكم شي هاد بدري على ذلك غير هذي الحرب الوهمية اللي أعلنتم وعلى المغرب أرا البيانات ما قناش نعرف أي رقم مصلت له هذيك البيانات ولا حتى زخات مطرية من البلاغات البطوشية لأن هذا كل ما تستطيعون القيام به وفعله وإنجازه على الأرض رسم لكم والكلام ولا شيء غير الكلام وهذا كيعكس مقدار الألم حتى هذا الذي من كشت لا ينتبق على أي توصيف حتى هذا شخص تقارئ هذا البلاغ تشعر أي إحباط أي إحباط من يشعر به وأي خدلان وأي نذم ربما الاختيار الذي قام به يعني كيشوف اليوم بأم عينيه هذه أرهم القضايا لا يعني تكسب من مجرد هذه الشعارات وكتابة البلاغات سمعوا لها دخولنا هذا في آخر مقطع ومشيوا بواحد شخصية أخرى صراحة غادي تفاجئ المقدار الحقد والحسد للمغرب والمغاربة ومحقه فاتزير دي الماكرو أن يدفع بمنطقتين شمالي وغربي إفريقيا إلى مزيد من التوتر والاستقرار أو علي إذن قال لك هذا القرار دي الماكرو سيدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار واهو أحدنا شمهورية المقباق الديمقراطية كوريا الشمالية هذه ربما لدينا مصور إخبار إستيحنا ما في خبار ما شيء وطبون ونظام العسكر ربما هذه الصين الشعبي أحدنا ما في خبار ما في خبار من التوتر وعدم الاستقرار هذا الاعتراف الفرنسي فكي لا مزيد من التوتر ولا يحزنهم كمدوا على قلبكم والسير ضربوها من عسى وضروع الجنب الآخر خليكم نعسين لأنكم يلافقتوا لن تتحملوا الرؤية المغرب وهو يحقق هذه الإنجازات العظيمة هذه الإنجازات المتواصلة فهذا البلاغ البطوشيين والبطوشيات في حقيقة الأمر بين إلى أي درجة هذه الناس يعانوا متدخن الأنا بين إلى أي درجة هم يشعرون بالألام بين إلى أي درجة هم فاقدون للأمال وبين أكثر على أن هناك احتقان داخلي داخل المخيمات لأن الواقع يتحدث بأن محتجز داخل المخيمات فقدوا الأمل نهائيا في شيء اسمه جمهورية وقواقية أو التحرور أو الاستقلال بل أكثر من ذلك فقدوا اتقاه في نظام دورة العسكر في تبولوشنقريحا لكيشفهم أصبحوا نظاما منبودا مطرودا من كل المنتديات واللقاءات الدولية نظام عنده توطر حدودية مع كل الجيران نظام للرئيس يلو لم يعد مرغوبا فيه في أي دولة منها الدولة وخصوصا دوك الحلفاء السابقين له نظام لم يبقى لديه حتى شيء إمكانية للتأثير أو الفعل في هذه القضية بل أكثر من ذلك الجزائريين ولو خايفين على بلادهم الجزائريين ولو كيشفوه بأن الجزائر قد تتعرض للخطر بسبب هذ البطوشيين والبطوشيين فالكثيرون من الجزائريين بلدت أصوات كثيرة كتير ترتفع تقول نظام دولة العسكر نفيضي ذلك من هذا الموضوع نفيضي ذلك من هذ البطوشيين وتركهم لحالهم ترك ذلك البطوشيين وبطوشيين لحالهم رفقا بهم رفع عنهم الحصار جزائريون يطالبون تبون برفع الحصار عن هذك البطوشيين والبطوشيين يقولوا كفا من سجن هؤلاء لنصف قرن خلي الناس يمشي ويسترحوا في أرض الله الفتحة هذك المحتاجين تدخل المخيمات والمحاصرين والممنوعين من الخروج والدخول إلا بإذن هذوك أنا الوقت أن يسمح لهم بالمغادرة الطوعية من هذك السجن من هذك مقبرات الأحياء هذة أصوات بدأت للعقلاء داخل جزائر وخارج جزائر لأمنوا بين القضية حسيمات سيفيني باي باي انتهى الموضوع طوي أشك توقع نظام دور داعس بعد الولايات المتحدة الأمريكية كانت دعمها المغرب ومعترفة مغربية الصحراء في جد فرنسا وبعد فرنسا ستجيب بريطانيا وهذا الاعتراف الفرنسي سيفتح الباب على مصر رعيه للعادي من الدول الأوروبية ستتهي سوف تقتدي بفرنسا قد رأى أمرون جلالية تببوني شغرية ولهذا تببوني شغرية إن بطحوا وحد إن بطح غير مسبوك قد رأى تببون مشال مصر الكثيرون كي تسألوا على سبب الزيارة إلى مصر ها 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 تكره زيارة شخص يريد أن يبكي على الأطلال تببون مشال مصر كي يختري بنفسه ويبكي على الأطلال ويتذكر الماضي القريب رأى ذيك القبلة الشهيرة هامش ذيك شرم الشيخ وكأنه يريد أن يذكر ماكرون بالأيام الجميلة بينهما ها 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 لأن مصر كان تجي ذاك المكان ديال ها واش بالله عليكم ماكرون ممكن يدير مع محمد السادس حفظ الله ما فعله مع الرئيس الجزائري واش ماكرون قدر يقرر من العائل المغرب محمد السادس مستحيل من سابع المسأل بروتوكولات المالكة لا تسمح هيبة المالكة لا تسمح ماينان تبون كيتتعامل مع ماكرون بحالش بروش ها شفنا احتى ذلك التوقيعات اه على بعض الاتفاقيات اللي كانت في جزائر في زيارة دير ماكرون شفنا أن ماكرون كيتضرب تبون في مؤخرته يداعبه في مؤخرته وهذه الصور مؤتقى مش هادا كلام مني ولكن هذي جزئيات أنا لا يعني لا أتهم الرجل بأي شيء وهو الرجل بأي شيء ولكن هذي بروتوكولات أنت رئيس دولة وابقى يخلي بدي يلعبو بك رئيس دولة لخص يكون عندك الهيبة بس يكون هيبتك من هيبة الجزائر بس يكون هناك نوعية دي الوقار ونوعية دي ال نسان يكون يعني يعبر ترامب كيف هو شوفوا واحد مجموعة دير رئيس الصين كيف هو كوريا الشمالية عديد من رؤساء الدول بنادم بحلنا بحلهم ولكن هم من يكي يوقفوا أمام الرأي العام وأمام الكاميرات وهم من يكي يستشعروا بأنهم يمثلون هيبة البلد ومن يكون بوحدود اللي يبغى انت هتبون أمام الكاميرات وأمام الشعب الجزائري وأمام المغاربة والعالم بأسره حاول تحافظ على الوقاة وذلك الاحترام ملهبة لا تخليش ماكرون بدي بوض فيك ضربك في المؤخرة ودي بوضك ومشي دلك يدك غادي بيك أنا كان عارفوه جوجر جال إذا كانوا غادي نشديني ديوم مع بعضيتهم أنا كان عارفوش ما معناه ذلك ف على الأقل وإذا مشيت إذا خليت إلى شيئاتين كده اللي بغيت يدك سعر أمورك الخاصة حياتك الخاصة سلوكاتك ميولاتك الخاصة إنني تدخل أحدون فيها ولكن رأي شوية البروتوكول ولكن مني غا تجيب هذا الشيء ما عندك شيئ أصلا فتشير يورد ويتعلم العائل المغربي محمد السيص حفظه ولا تهلم هذا الشيء لأنه ماليكي بالماليك حفيد ملوك فتشير كيتعلمه البروتوكولات الملكية والطريقة التاريخ كان وزارة القصور والأوسماء والتشريفات لكنه وزارة خاصة في المغربي بهذا البروتوكول إسحاب الكاتب ونشون قريحة وندم دولة عسكر هاتشيات تخرج يقال لعبها أعفق وشير ما يمكن شيرها تقافة ونتاج لتراكمات امتدت لعشرات القرون إذن غملك نقارنه بين الرجلين كيبال فرقة من السماء والأرض وندم كيحلم وخلا هذوك البطوشين هم يحلموا معه بالدرجة أنهم تجرؤوا على كتابات بيانات قالك الخارجية البطوشين قالك البطوشين خارجية والله إلا تسحيوا فقولوا ما شئتم خارجية قالك بحكومة عندهم حكومة وزيد من الستين دولة صحبت الاعتراف بالوهم لأنه كوش يفاق من الناس قالوا ويليك تضحكين عنا سنوات هذه عقود أنتما كتضحكوا عنا ولكن هنا ضم منطقة العازلة ويوجبوا أن هذا الموضوع نصده نهائيا صحب ضم المنطقة العازلة ويجبوا دعوات المنورسو إلى المغادرة الآن عند المغرب كل إمكانية العسكرية والتعب الدولي ومن دول عظمى وهذا كلام ما قاله الحسن تالي رحمة الله عليه منذ زمن لأنها تقالية صحراء المغرب يالفيها لا بوريزاري ولا جزائر لا شيء التخاربق وهذا أدوات غير وعية التاريخ وقالها مباشرة قال منها تقرر القوى العظمى حل هذه المشكلة تتحل في تواني وهذا هو ما نشهده اليوم القوى العظمى قررت طي هذا الملف لأنه لا أصدع الراس ولا في غط برزيت وهي في غينا عن مثل هذه المناوشات الجانبية فجاء القرار قرار قوى عظمى بإغلاق هذا الملف لأن القوى العظمى عندها مشاكل الصيانة روسيا كانت تحديات كبرى ما قال شو حاضين البطوشيين كيدلون التبرزيت شو شو على هذه القوى وعلى تركيز هذه القوى العظمى في القضايا الكبرى والمصيرية ما هو واحد خين أخر واحد خين أخر صراحة أنا لم أكن أرتح دائما لخطاب خطاب شعباوي خطاب شعباوي وأنه في علامة اسمتها السيدة ذكرت الكلمات العائل المغربي محمد صلى الله حين قال اللهم كترحوا السادة هذا واحد منهم لأنه لما رأى ماكرون كيزور المغرب وكيعترف مغربية في السحر وبديك يشعر بأن هالنلف سيتوا وبأن هالصرع سينتهي وبأن المغرباء قادي التفتوا لأمورهم الداخلية وهذا يكون عندهم عكاس على تطول المغرب ومستقبل المغرب والمغرب شوش خالص كي يكون على زيارة ماكرون وشو كيف يصطدون في ماء العاكير أنا نسمعكم الصوت ديالو تولا أريد أن أذكر اسمه رغض يتعرف بطبيعة الحال نسمعوا لهذا الخينا دو وتأملوا في هذا البشر كيف يجديرين وفعلا يكرهون الخير للمغرب والمغرب منذ أنهم يدعون الوطنية والقومية وحب المغرب والمغرب ويلبسون الحقاب الباطلي وهم يعلمون اسمعوا عناء الرد عليه أو عليا ننسو شوي الصوت عناء الرد عليه أو عليا لجنة ملكية مغربية ليس حق الرد النهار ده 29 اكتوبر 24 بعد توقيع المغرب اتفاق العار السلسل أمريكي الإسرائيلي المغربي هل تحققت أهداف ذلك الاتفاق الشعب المغربي شوف شوف على سؤال خبيط بعد توقيع الاعتراف العار التلاتي هل تحققت أهداف ذلك الاتفاق لا لو تحققت وتحققت كثير من من اللي يبغينا وفاقت طموحاتنا هذ الاعتراف الفرنسي اليوم ما سي من ما نذكر الإسم ذلك ها هذ الاعتراف الفرنسي نتيجة ماذا الاعتراف الإسباني قبل ذلك نتيجة ماذا الاعتراف فرنس الأمريكي نتيجة ماذا نتيجة الخطابات الشعبوية هذ دغضغة المشاعر نتيجة هذه الظاهرة الصوتية التي تمثلها هذ الكذيب ودغضغة مشاعر الشعوب العربية هذ المساهمة في تضليل ها الإنسان العربي وكان هدف تحققات نحن نشوفها على أرض الواقع في مجالات كثيرة هناك تعاون عسكري هناك تعاون أملي هناك دعم متواصل القوى العظمى لمغربية الصحراء واعترافات الواحدة الأخرى هناك أورج دخمة في المغرب هناك أسل عالم 2030 وش قد من أنك أسل عالم 2030 بمعزلين عن كل هذ تطورات السياسية هذ أسل عالم بني التيرانات والترشح يقولك ها على هذا الحساب يعتهو كأس العالم للإيران ولا يعتهو الكوريا الشمالية ولا فشوفوا هذا الرجول بتابعة الحال كيف غاضه الاعتراف الفرنسي لأن حساد المغرب والكارئون للخير للمغرب والمغرب استشعروا بأن هذا الاعتراف لن يعود إلا بالخير على المغرب والمغرب وبدأوا كيستادوا في الماء العاكير ويدخلوا من ذلك المدخل ديالان التطبيع القدير الفلسطينية وكأن بقية العالم العربي كلهم حصول ممانعة وكأن المغرب إلى سبب التطبيع القدير الفلسطينية بح شوفوا خبط ديال هذا الرجل وشوفوا ماذا سيقول والأخبار الزائفة وكيف سيقوم بتوظيفها شوفوا الخبط ديال الرجل إلى أي درجة قد يصل سمعوا سمعوا وتأملوا وعرف قويس جدا مصالحه فين ومع مين وإيه قضيته الرئيسة وإيه قضية الأمة التي لن ينصرها لا ماكرون ولا ترامب ولا نتنياهو ولا اللي شفق معاه شعب المغربي سيد شعب المغربي بيربي جيل جديد يعرف القضية الرئيسية وقضته الحقيقيين اسمع الكلام ده من وقفة المغرب بطنجة أمام الكنسولية الفرنسية في المغرب هذا حق أريد به بطنجة المغرب بطنجة عارفين من معهم ومن ضدهم المغرب عارفين حق ماكرون والدور الفرنسي المغرب عارفين بأن دول الغرب بطنجة الحركة تخدم المصالح والأجندة ديلا مش أنت أيها الأخ الإنسانية اللي غد يورينا وسيكشف لنا عن هذه الأخبار غير معروفة كأن كنت قدمنا واحد الإنجاز واحد الإعجاز واحد الابتكار واحد الاكتشاف كنا نحن غير منتبهين له كأن نحن كنا مغيابين وجدت انت بهذا الخطاب الشعبوي كنت قلنا ها هو الطريق المغرب عارف قدير الفلسطيني قلبا وقلبا والمغرب الوحيدين الذين خرجوا للتظاهر وبشكل يومي من أجل التنديد بما يحدود في غزة في وقت أن الدولة ديالك ودولة المنقلب قيد السعيد ودولة العسكر وعديد دول خليجية يمنعوا فيها التظاهر من أجل فلسطين من أجل المنقلبة من أجل من أجل إشعال نار الفتنة وحينها سيخلون إلى شياطنهم ويعبرون عن فرحهم وزاويهم وارتياحهم لما يشوفوا البلاد كالمملكة المغربية يتم تدميرها هذه الصور التي تمتعهم هذه الصور التي يريدون رؤيتها بالعكس أن يشوفوا المغرب يعني غادي في التاريخ صحيح يسرع الخطة من أجل طيها المنف على كيف سيكون دعم القادية الفلسطينية كيف سيكون بهذه الدول الضعيفة بهذه الدول التي تصرف الموارد الأساسية على خلافات بينية وخلافات إقليمية المغرب إذا كان إذا حل القادية دي الأقليم الجنوبية للمملكة المغربية ألا يزيد المغرب هذا قوة وإذا ضل هذا الموضوع وهذا المفتوح ألا يعني هذا مزيد من الإضعاف للمملكة المغربية قيوة الشعبوية هذا الشعبوي هذا هذا مروج الخرافات والخزابلات مدى ضيق المشاعر دي البسطة شوفوا الوقحة إلى أي درجة ستسلي استمعوا وقحت هذا الرجل جايب مظاهرة من طنجا وطنجا طبيعي الحال كبقية المدن المغربية خرجوا الناس يونددون بزيارة ماكرون لمواقفه التي لم تكن منصفة فيما حدث من إبادة ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة والمغربة مخرجوا شخيف في التارجة خرجوا في الريبار ديك الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومقاومة تطبيع بدنا نخرجوا ببيان يوندد ويرفض زيارة ماكرون وهنا شوف هذا الشبوي حاول أن يوظف هذه الحدث من أجل تمرير هذه الأجندة الشيطانية التي يتمنى حدودتها في المغرب مع العلم أن بحال هذه المشاهد بحال هذه الصور أنا شخصيا كنشوفها إيجابية جدا وداعمة للملك وللملاكية في المغرب هذا ماذا يعني بأن المغرب في طريق الديمقراطية الحق رئيس مصر أو رئيس دولة العسكر أو أي رئيس عربي أو رئيس أفريقي من يزود شذول الأوروبية ماذا يحدث فيها يخرجوا المعارضين للشوارع يرفعوا الشعارات ينديدون بالزيارات البعض منهم يحتل المحاكم يرفع قضايا وذلك الحاكم العربي يزور الدولة الأوروبية ويوقع ما التفق عليه ويذهب حال هذا ومنين حين يتم التنديد المظاهرات ماذا يجب هذه الدولة الغربية يقول لك وإحنا مجتمع ديمقراطي تحدد وهما يستعملوا هذه المعارضة وغيرها كشكل الضغط عن الحكام العرب مقر هذا يدخل في إطار الديمقراطية وهذه ورقة كي يعرف العائل المغربية وهم السادس أيضاً يستعملها من أجل ابتزاز القادة الغربيين لأنهما تعودوا يستعملوا معنا هذا الأسلوب ومن يقولون نحن نردع له بنفس الطريقة ونحدثه بنفس اللغة كي يخرجوا هنا بحالة الأصوات الظواهر الصوتية كي يحاولوا أن يزرعوا له بالبلاء ما بين المغربة وما بين العائل المغربي والنظام الملاكي ولكن المغربة وعيين وخصوصاً هذا الجيل واعي جداً بأن الملك يتابت من توابط الأمة المغربية ومهما تكون قادرة الملك فنحن وراءها وإن لم نفهمها وإن لم نكن نؤيدها فنحن معها فنحن جادي غير تاح وكي يقولوا إخوة المصريين ضع على بطنك بطيخة صيفي إخوة المصريين كي يقولك ضع على بطنك بطيخة صيفي أنا كنقولك ما شاء بطيخة دير مئة بطيخة صيفي على بطنك من هذه النحية سعيك مشكور سعيك مشكور وإحنا لا تسنا في حاجة إلى نصيحة منك أو من غيرك خادين خرجوا ودهروا ضد الإبادة الإسرائيلية دولة العبرية في الأراضي الفلسطينية سننددوا بتلك الإبادة وفي نفس الوقت سندعموا العاهل المغربي محمد السادس واشتهاد المعمرك اشتهاد المعمرك ما كنفش بلاد هذا التدوع هذا هو المغريب إذا كنت في المغريب فلا تستغرب ربما ما أقوله بقي موصلاتك الشعب المغريبي مع القضية الفلسطينية والنظام المالكي في مخاطط التطبيع في إطار ما يعرف بالاتفاق التولاتي اتفاقية براهب وكلنا بخير وعلى خير وحنا نتيقين في بعضنا البعض وهذا هو سر قوة المملكة المغربية وهذا هو السبب الرئيس والأحد لإخلاحه الساب المملكة المغربية يكترون يوماً عن يوم جاء ماكرو أعترفنا مغربية السحراش بينك ترملك واش نحن لغادي نغير الموقف دي الماكروه واش نحن لغادي نغير الموقف العالم واش نحن لغادي نكونوا بوكة بشي الفيداء لا لا هو ألف ولا هاكي نقول مثل المغربي اللي يخصف الدار يتحرم على الجامعة ندعم الإخوان دينا الفلسطيني بكل الوسائل بكل الإمكانيات ولكن باش نقدروا ندعموهم بما يستحقون خصنا نقوموا جبهة الداخلية خصنا نكونوا أقوياء رميب كاش ندعموهم وإحنا ضعافاء وهذا الظاهرة الصوتية يتمنى أن نظل ضعافاء والأسف أنا أصبحت أشكك في هؤلاء وخصنا هدو ما يسمونه راسهم بالمعارضة صراحة هدو كلهم يجب أن نطع عليهم علامة السفام كبيرة وكبيرة جدا بسنو ماذا يقول نشوف هدو سيد هدو في الغد ستوصل الجرأة ديالو بواحد شكل صادم جدا وأنا صدمني صراحة ستوصل الجرأة ديالو بواحد قال القائد إسماعيل ما نعترنه لأسفين ما نعترنه لأسفين أوقع على عمّ الدنيا أوقع على كل الدنيا ما نعترنه لإسراعيل اسمعه شخصي؟ اسمعه قالها اسماعيل لن نعترف بإسرائيل إيه الوراجيل يقولها ويؤكد عليها ومن بعد لجنة جزائرية إذا أنت تعلم أن المطبعون كثيرون في المغرب طبعا وعما ذلك تتحدث عن المغربة وكأنهم حمام السلام شوف شوف سموا في الجسم لا مغربة كأنهم حمام السلام لا شكروا ما حدثنا عن أداء لا تخطئوا العين مظاهرات مغربية مستمرة بأعداد كبيرة جدا تكاد لا تتوقف ما لسه بقول كويس كويس واللي متنايل بستين نيلة متنايل بستين نيلة بينما تتحدث عن الجزائريين وكأنك تتصاد لهم لا الجزائريين هم اللي أخطأوا بحق أنفسهم وحق فلسطين المغربة مقدموش نفسهم في يوم الأيام كأنهم أشقاء فلسطينيين وأصحاب القضايا الرئيسية بزيرين هم اللي عملوا كده شو ده ما هذا الشخص هذا بدأ يخبيطه خبط عشواء أصبح كحاطب ليل ده كيخلط الحابل من النابل كيدخل الجزائري في المغربة ما نقدم رأسه كأشقاء للفلسطينيين وما لم يقدم نفسه وكأن المغرب من البداية كان خائنا للقضية الفلسطينيين مغرب من يقدم نفسه في يوم الأيام داعم القضية الفلسطينية أيها الشعبوي هذوك المغربة مستكلمته في 73 حرب 73 هم هذوك المغربة اللي ذهبوا إلى سيناء كي يحاربوا ضد رجب هذي الجولان ورجب هذي السيناء شكون هذوك مين جوا هذوك هم شكون هذوك جوا دير السياحة ثم ما في حرب 73 هذي كل جنات القدس من يرأسها ها يرأسها جارك اسمه مازال المزيد اشتعرفوا حقيقة هؤلاء وحقيقة هؤلاء الشبويين هو بطبيعة الحال ره يدس السماء في الدسم هو بطبيعة الحال ره مستأ جدا لأنه كان سيكون فارحا ومرحا ومسرورا وممتهجا لو كان هناك من صعيد في المنطقة بين الجزائرين والمغربة لو دخلوا في حرب طاحنة لا تبقى ولا تدر ولكن من يشوف هذا الاعتراف الفرنسي هذا الدليل على أن طبول الحرب أصبحت خافتة وخير الحرب أصبح بعيدا وبعيدا جدا بدل اعتراف الفرنسي هذا شيء ما أعجبوش وخصة الشهال الهافية ومن؟ في المغربة وحتى الجزائريين لأن هذه النوعية تكره البشر تكره الإنسان هذا حاقد بعدما انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه أصبح حاقدا على العرب من الخليج المحيط هذلك يأمنون دي كنظرية ديال من بعد التوفان هذا من يريد أن يسقط صقف المعباب على رؤوس الجميع بسمعوش غاديقول على المغرب وهو غايقول حتى على الجزائريين للبعض منهم كانوا كيفتخروا بيه كيفتخروا بيه وكيفتخروا بيه وكيفتخروا بيه وكيفتخروا بيه وكيفتخروا بيه لأنه كان يدغضغا بمشاعرهم وهو كيدخل الدرام ها على حساب المغفلين ونقول من الشعبين المغربي والجزائري بسمعوه ولما جاءت لحظة الحقيقة الجازرين كلهم نموا في بيوت نا مو في بيوت جزائري للاسف 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 الجزائريين اللي كانوا معاليين الحكاية جامد جدا 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 للاسف الفرق بين النظام الجزائري والمغربي ان النظام المغربي على عينك يا تاجر الملك بابو بعيلته بكل السلسال معروف توجهه معروف بين رجل بابو كان بيعمل اجتماعات لفلسطين لقضية فلسطين من كل سعادة فيها ميكروفونات عشان اسرائيل تسمع كل حاجة بوقتها شوفوا هذا المجرم ماذا قال شوفوا هذا المجرم ماذا قال هذا الافاق ماذا قال المغرب من البداية يعني على عينك يا تاجر البلاد من البداية كانت ماذا قال لا تكلمش احسن المغرب من البداية يعني المغاربة من البداية يبيعوا شريو والعائل المغربي لحسن تدير ورحمة الله كانت موضع ميكروفونات كإسرائيل تصنت على العرب وكأن إسرائيل محتاجة هذه القمة اللي كانت في يوم أو يومين تصنت على ما يخطط له الجبابر العرب كأن إسرائيل في ذاك القمة والكثيرون يروجون هذا الكلام وهذا الكلام بالطبع الحال لكن عرفوا المصادر ديرومين أن هذه التهمة البائيسة والغبية والغير المقنعة أنهم اجتمعوا حكام العرب في المغري في إحدى القمام والعائل المغربي الحسن التاني رحمة الله عليه كان دير ميكروفونات باش يتصنتوا الإسرائيليين والمصاد الإسرائيلي عما يتحدثوا عنه العرب وعن الخطاط الجهنمية للعرب وعن المشاريع التي ستزلزل في الكرة الأرضية كانوا العرب كنت تفقوا عليها وقتاش في ذلك اليوم أو يومين اللي اجتمعوا فيه في المغريب شوف هذا المهرج أي نوع من الأخبار يروج له ويشرعن لها وبطبع الحال وهذا الأغرب وهناك تلقى صدا عنده واحد فئة كبيرة من المساطة وضعاف العقول ولا أريد أن أقول صغار العقول يعني وكأن إسرائيل محتاجة أن التسنام يجمعوا في المغرب باش نجي السليم ره المصاد الإسرائيلي ينظر ويتتبع بالصوت والصورة ما يحدث في غرف نوم وقال العرب ره تانية بتانية دقيقة بدقيقة يوم بيوم يعني وكأن باش تعرف هذا النوع دي الاستهزاء بعقول الناس والمتتبعين وكأن إسرائيل في معلومات دي لها وفي القرارات الاستراتيجية دي لها تعتمد فقط على ذلك الاجتماع اللي تدار في المغريب اللي تدار مرأة وجوج ولي كان فاصل في كل ما حققته الإسرائيل وكان عرفوه مقدار الخيانات كان عرفوه التفوق الاستراتيجي والتكنولوجي لها الدول كان عرفوه الاختراقات يعني مصادر المعلومات للاستخبارات الدولة العبرية راه في عين المكان داخلها قصوري القادة والحكام العرب ولكن هذا الجزء يجبها فقط باش يسخنطره باش ذلك الخطب الشعبوي يديره ويلقاه واحد الصداء ويلقاه واحد التجهوب ويلقاه مثل هات ردود فعل الديوان الملكي المغربي واضح ده الفرق إنما عسكر الجزائر بالوظوغة ده ببجاحة وده بالطريقة بس صار جيل وراجيل بيقولها ويؤكد عليه لو خبعت الدنيا لن نعترف بإسرائيل مهما طبعه مهما هذه هي قوة المملكة المغربية وقوة الشعب المغربي ودكاء النظام المملكي المغربي المهم هذا مقطع فقد سقط لكم من باب إدهار إلى أي درجة هؤلاء منزعجون من الاعتراف الفرنسي ومنزعجون بأن المغرب حقق نجاحا غير مسبوك وخطوة جبارة في طريق إنهاء هذه الإزمة لأن الأسف كل ما يسر المغرب والمغاربة كل ما يفرح المغرب والمغاربة أكيد أنه يؤلم ويقلق أداء المغرب والمغاربة ده هذه الظاهرة من الظواهر الصوتية التي أنا أعتبرها يعني علامة من علامات البؤس والإفلاس اللي وصل إليه المفكير العربي بشكل عام والمنتقاف العربي بشكل خاص وبطبيعة الحال ما يؤسف أنك تشوف بحل هذه الظواهر الصوتية تلقى صداً وانتشاراً واسعاً بين الجماهير العربية وهذا هو نقوص خطر حقيقي يندر بأن مستقبل هذه الأمة لن يكون أفضل من حاضرها ما دمنا نسترك مثل هذه الخطابات الشعبوية بدون تسكير وممكن نشوفه من يقف وراءها ولا أية حسابات ولا أية هدف نجي الموضوع الثاني والأخير هو المتعلق بالصدمة الكبيرة التي تعرض لها المنقر بقي السعيد ورئيسه عبد المجيد تبون إذن نظام دولة العسكر صدمة دياله وإحساسه بالهزيمة وفشل كل مخططة دياله بانت في ذلك الخرجاء بغير مصموقة وغير منتدرة لتبون من الجزائر وهروبه القدر نقول إلى مصر وبعد ذلك إلى سلطانة عمان تبون فتح نفسه بنفسه ونك نذكروا تبون داك الشعار اللي يرفعوه في الحملة الانتخابية لو يفتحونا الحدود ونكتف تقولوا جيش الجزائري ندخلوه ونحن كنا نتظروا يدخلوش قدير لا يدخلوا يحرر القزة لا ندخلونا نكتافيهم بنو ثلاثة المستشفيات في عشرين يوم حقومني يمشى عند السيسي كنا نتوقع منه أنه سيعيد هذا الكلام ويوجد طلب رسمي إلى السيسي لكنه لم يجرؤ لم يجرؤ أبداً أنه يعيد هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد ونحن قلنا أكثر مرة على ندام دولة العسكر يتجر في القضية وكيف قال هذا الظاهرة الصوتية حين حان وقته الجد اختفى ندام دولة العسكر والفول الدير في جحوره إذن لم يجرؤ على إعادة هذا الكلام الذي دغضغ به مشاعر الجزائريين والجزائريات جابونا على إعادة نفس الكلام في حضرة هاد السيسي المفروض أنك أنا داك وجهتي الكلام للميصر وأنت في القاهرة لأحرابك أنك تعود تذكر بالكلام الذي ذكرته في السابق تبون جابون بل أكثر من ذلك تكلم على أن كانت عميناتنا وجهتنا دار حول القضية السودانية الإيبية اللبنانية ولأول مرة تبون ما تكلمش على التوافق لوجهات المدار فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي تار الكاتيرين وهو داك داك الكلام اللي وجههه السيسي تبون حين اتهمه ضمنيا بإشعال الفتان والتدخل في شؤون الداخلية للجيران واللحظة اللي كان السيسي كي يقول هذا الكلام كانت اللغة الجساد والنظرة الدير موجهة إلى هذا التبون التبون بطبيعة الحال اللي كان نعرفه بأن أسباب زيارة المصر غير معروفة وأن هذه الزيارة كانت تلقائية خصوصا بعدما أكد بأن ماكروغ سيزور المغرب تبون كي يعيش واحد اللحظة داك الانسداد الأفق داك غياب أي استراتيجية للتعامل مع الأوضاع التي يبدو أنها تجاوزت نظام دورة العسكر في واحد اللحظة نظام دورة العسكر كي يظن بأنه كان متحكيم في خيوط اللعبة ولكن فهذه الأيام الأخيرة وخصوصا بعد ذلك خطاب النصر للعائل المغربية محمد 16 أكتوبر بان بما لا يدعو مجال للشك بأن تبون فقد البوصلة والدليل لأنه فقد البوصلة هذه الزيارة إلى مصر لما كان عندها لا لون ولا تعم زيارة بدون عنوان الزيارة دي الأخيرة لحظة شوف كيف وصلت زيارة عمل وأخوة مكيش في البروتوكولات والأعراف الديبلوماسية بين الدول شي حاجة اسمتها زيارة عامل وأخوة هنقول زيارة عامل زيارة دولة زيارة خاصة شوف نظام دورة العسكر اللي كي يحاول أنه يخفي سوءته بعد أن ظهرت للعموم وللعيان وللعامة وما زاد الطينة بالله هو أن تبون ما قدرش بس أكثر من الليلة في القاهرة وسافر إلى سلطنة عمان وحسب بعض يعني القراءات أنه يسعى إلى وساطة بين مع الإمارات يريد وساطة سلطنة عمان مع الإمارات وأظن أنه يسعى إلى وساطة مصر مع المملكة المغربية تبون وكأنه ذهب لاجئاً إلى هذه الدول يستنجدوا تدخلها تدخلها مع المغرب ومع دولة الإمارات ندام دولة العسكر أي قناة بأنه خاصر الريهان مع المملكة المغربية والغريب العجيب أنه يزور الخليج دون أن يزور المملكة العربية السعودية التي تدخلها غاضبة على هذا النظام العسكري الجزائري كل القاعدة العرب غاضبة على هذا النظام العسكري الجزائري فالدائقة أو الدائرة بدأت تضيق على هذا النظام ودلول على ذلك ركاً تشاهدوا ردود الفعل حتى فلول النظام دورة العسكر الإعلام ردود أصبحت تطيروا الشفقة أشوفوا جريدة النهار اللي خرجت النام بعد الأخبار ومقالات تتحدث على أن الخارجية الفرنسية تدعو إلى مواطنيها داخل المغرب بمغادرة المغرب وبأن المغرب يم يعد بلداً آميناً وبأن هناك حركات ديل العنف والتطرف تهديد حياة الفرنسيون سيئة الفرنسية مساكن في عالم أخر في وقتنا الخارجية الفرنسية دارت خارجية المملكة المغربية إذن هذا واقع لا يمكن أن نكروه اليوم في الجزائر لا يمكن أن نكروه اليوم دولة القرية وإنما الدولة المتدهورة الدولة المندترة الدولة التي بدأت تتلاشى وتوماتيك مو رهد الإحساس انتقل إلى المونق لي بقي السعيد اللي هو تاق تاقب التبون وتحزن بشين جريحة وأراد أن يضع رأسه برأس المملكة المغربية بغي ناطح المغرب ولكن المونقري بقي السعيد من تحت حيث الآن ماذا أنت فاعلون بنفسك وبهذه الخيئة اللي جرك لها نظام دولة العسكر ها هي كنتك أظنه أن فرنسا رهد نظام دولة العسكر سيظلوا متحكمين فيها هيو إسبانيا إلى الأبد هكذا اعتقد هذا المونقلي بقي السعيد هذا الماكر هذا الحسود هذا الغيور هذا الحسود هذا الغيور من المغرب من جلسات المملكة المغربية أيها المونقلي بقي السعيد أما بعد استقبلتي بنبطوش هل زادك بنبطوش شرفاً أم حولك إلى مصخرة بين رؤساء الدول أنا كنشوف لأن بنبطوش من زار تونس واستقبله من المونقلي بقي السعيد هذا جعل المونقلي بقي السعيد مادة للسخرية والاحتقار الدولي أو سيدك ماكرو اللي كنت ترتجف وترتعد أمامه شوف سيدك ماكرو جال المملكة المغربية وعبره عن إعجابه وإمتنانه للدولة المغربية وللمملكة المغربية المونقلي بقي السعيد كيف تشعره اليوم؟ كيف تشعره الآن؟ أنا كنتمنى لو شي حد من الإخوة التونسيين يبلغنا بأعاسيس المونقلي بقي السعيد لذلك اللقاء بماكرو يعني ما بقاله إلا يعبد ماكرو واحد الإجلال واحد التقار لا يصدق نفسه بأنه وقف أمام رئيس فرنسا هذا المونقلي بقي السعيد الذي يستسد ويتجبر ويتكبر على التونسيين والتونسيين والأنظمة الدكتاتورية فئران أمام الخصوم وأسود أمام شعوبهم المونقلي بقي السعيد منك تشوفوه أمام التليفزيون والكاميرات التونسية يرعد ويزبد كده نديك الخطة بالعصمة وكأنه جاي من العصر العباسي بقي السيد عايش في عصر ابن المقفع كده نرسوه ربما في حلقة من حلقات سوق عكاذ شوف العنف والصرامة والعدام اللباقة التي تعامل بها مع التونسيين والتونسيات إقالة 24 محافظة بجرة قلم واحدة تعطي لكم المؤسسة الدستورية لجنة الانتخابات قام بحلها وتعين رئيس جديد التليفزيون غير رئيس المدير التليفزيون المعارضة كلها في السجن حتى المرشح الذي ترشح ضده في الانتخابات الأخيرة ابقى في السجن وبدأ الأنصار الذين ينتخبون عليه وهو داخل السجن هذا المنقرب هذا هذا المنقرب ليحول تونس إلى مرتع لهمج نظام دورة العسكر لا نقول الشعب الجزائري همج نظام دولة العسكر همج نظام دولة العسكر اللي يدخل لتونس اللي يدفع السياحة هو خارج في أحسن الأحوال خارج بتسعين أورو يقدم شروس ويسرقوا تليفورات السياحة داخل تونس حولوها إلى زريبة هذا المنقرب هذا العبد اللي تبون هذا رئيس الناكرة هذا الذي تم تعينه المرة الثانية هذه المخابرات دولة العسكر التي صاهرت على حماية فوزه بهذه الانتخابات هذا المنقرب أنا أتمنى لو يمتعه أمام ريالي اليوم ويشوف شكله كيف أصبح ضئيلاً وضئيلاً جداً بالنظر لما ارتكبه من جرم تجاه المملكة المغربية خصوصاً في جامعة محمد الساس حفظه الله لفعز أزمة التونسية سافر إلى تونس ومدد إقامته فيها أظن لأكثر من أسبوع برسالة للعالم بأن تونس آمنة شوف هذا المنقلب الذي انتبق عليه المثال إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرة هذا المنقلب هذا المجرم الذي أفسد العلاقة بين الشعبين المغربي والتونسين بعد ما كنا نحن كان مغاربة وكان الحسن الثاني منذ زمن طويل ويملك نظام دورة العسكر كان يريد أن يلتهم تونس ويهاجم تونس فقام بتهديد تونس قام بتهديد نظام دورة العسكر واعتبر الهجوم هذا الحسن الثاني رحمة الله عليه في أيام برقيبة اعتبر الهجوم على تونس بمثابة الهجوم على المغرب هذا الحسن الثاني رحمة الله عليه رجية المنقلب أيها المجرم أيها الملعون وتسعى إلى تقسيم المغرب الذي كانت يده بيضاء على التونس والتونسين والشعب التونسي لم يرى إلا الخير من المغرب والمغاربة لم يرى إلا الخير من المغرب والمغاربة جاء هذا المنقلب هذا صنيع استخبارات نظام دورة العسكر جاء ليستقبل هذا البنطوشي المجرم الذي يداه ملواتان بدماء الأبرياء المغاربة هذا المجرم هذا البنطوشي أيدي ملوة بدماء المغاربة ترضى على نفسك أيها المنقلب الذي يسمى نفسه رئيس جمهورية التونس ترضى على نفسك أن تستقبل قاتل المغاربة والمغربيات وليتسبب أن العديد من المغربية أصبحنا أراميل والعديد من أطفال المغاربة أصبحوا يتاما أصبح هذا النظام الإنقلابي لا يتواطئ إلا مع النظام الإنقلابي آخر وإن كان الأمر على حساب الشعب التونسي أكيد أن غالبات الشعب التونسي ضد هذا المنقلب والناس خرجوا في تدورته ولكنهم تحت يعانون من آلة القمع هذا المنقلب المدعومة من آلة القمع من نظام دولة العسكر الرشعب الجزائر والتونسي لهم مقموعين أنا أكيد أن كلا الشعبين يقولوا اللهم إن هذا منكر نحن خمس دول في المغرب العربي لم نستطع أن نواحد فيما بيننا أنا أقول لكم دولة السادسة هنا أعكس الآية السؤال وأعكس الآية هل تونسي يقبلون بأن تقصم بلدهم؟ هل هناك من جزائري يقبل أن تقصم بلدهم؟ إذا كنتم نتقبلون فبالتبع الحال لن تكونوا راضين على ما يقوم به نظامكم المجرم وستتفاهمون كل التفاهم وستتعامون كل دام الموقف المغربي والمغاربة من ما يحدث حاليا إذن المنقلي بقي السعيد تحزم تنتبون ها الدكرة المحرية والدكرة العطشان لست أدري كيف سيكون المستقبل معك في تونس وانت كتشوف هذه فرنسا حاكمة تونس الفعلية هذه فرنسا عقدة تونس التاريخية هذه فرنسا التي ترتعش وترتعد فرئيسك منها أيها المنقلي ها هي في شخص رئيسها جاءت للمغرب وطرفت بمغربية الصحراء ودارت علاقة استراتيجية مع المغرب ووجه رئيسها دعوة للعاهل المغربين من أجل زيارة فرنسا من أجل التوقيع على اتفاق استراتيجي بين البلدين مقروج دعوة المنقلي بقي السعيد أنا عارف كتافه بدون قيمة ولا وزن هل ماكرون وجهت عوائل تبون الذي باع نصف الجزائر لماكرون وقبل تبون كل الإيهانات على نفسه بما فيها هذه الإيهانات لذلك القبلة الشهيرة المدوية وأنه كان كنت تضبله على المؤخرة ديرو أثناء توقيع الاتفاقيات في قصر الموردية صور موجودة ومؤتقة ماكرون جعل المغرب وذلك الخيطاب بطبيق الحالة الذي ألقاه وفيه كل الإشادة بالمغرب وبالمعلاكية في المغرب وماكرون تكلم على أن المغرب دولة أمر أكثر من ألف سنة في وقت أن ماكرون قبل داريك تكلم على دولة الأسكر يعني أنتم دولة تأسستوا بعد مستحدتها يعني بعد ما يعرف من الاستقلال وإخوة الجزائر يقارنوا خذوا كلام ماكرون ما تاخدوش كلام ديري ما تاخدوش كلام العياشة أنا غاد نكون واحد من العياشة وأكيد غي سمينه بالعياش وأنا أفتخر أن أقول عاش الملك لأن كنتشوف الملك يخدم المغرب يخدم مغاربة يخدم الدولة المغربية ويعقق لنا الإنجازة والآخر علش ما نقول عاش الملك تب منك يعتكن بالصباط وجروا الجزائر إلى الهوية وتحتافون به الأولى بالاحتفاء هم نحن المغاربة وبمالكنا بالرغم أنه يعاني من المرأة نسأل الله له الشفاء أو العافية كنتشوف بأنه وفي الشعب وفي المستقبل المغربي يجد ويجاهد الرجل يقول كانت بونش نقرح ويختف ويجاهد 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 بينما العاهل المغربي رغم أنه صحيا وهذا العكاز الصحي ورغم ذلك وقفوا استقبل مكان لأنه يجاهد انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية وبمسؤولية التي يحمل على عاتقه تجاه المغرب والمغرب شنا مدى حق في المغرب لذلك يقول عيش في الملك وبكل فخر وعاتزاز ونعيش هنا في ألمانيا ما عيش في المغرب مش نكون نوضع النقاط على الحرف مش خايف مش طامع في أي شيء الحمد لله كان عيش في هذه البلد الدولة الألمانية نسأل الله أن يحفظ هذه البلد ويجعله آمنا عيش فيهم بخير وعلى خير معززين مكرمين نخصنا بتنشي خير ورغم ذلك أقول عاش الملك عاش الملك لأنك نشوفه وسأقول لأي ملك عربي وقائد عربي عاش فولاد إلى لاحظ وشفت بأنه يخدم الشعب ديله يخدم البلد ديله ويسعى إلى حماية مصارع بلد العائل المغربي يقوم بهذا كله ورغم شويات ورغم التلفيقات وتصوير للحقائق هذا لا يغير في مواقف المغرب أي شيء بالعكس يجدون التزام وتشبت وثقة في نظامهم نشوف المغرب كيف يخرجون إلى الشريع ينددون بما تقوم به العبرية في الأراضي الفلسطينية لكن في النفس الوقت يؤيدون ما يقوم بالعائل المغربي فيما يخص اتفاق التولاتي وما يخص مستقبل المغرب والمغرب هذه تركيبة غريبة عجيبة لن تجدوها في أي مكان إلا في المغرب لماذا؟ المغرب وقال المفكرة واش هات الشاب اللي يخرج فيه عبد الله العروي وأنجب الجابري وأنجب الخاطبي وغيرهم كثير واش هات الشاب وعبد الله حمودي وسيد وزيد حتى السيد وزيد واش هاد المجتمع هاد المفكرين دي للزبدة دي الناس المنظرين واش هاد الشعب هاد غادي تضحك عليهم انت تبول بالبروباغندا ديالك غادي تضحك علي بذلك الإعلام دي الصرف الصحي ديالك ستقضيغ ومشاه ستقلبه ضد الملك بدو كل القصصات اللي ربما 400 قصصة يوميا على المغرب وغادي توري للمغربي الخطأ من الصواب ثم وذلك الدواهر الصوتية التي تشتغلون حسابكم هي اللي غادي تصراحة تصهروا الليالي الطوال كي تحفظ أمن المغرب والمغرب وتؤمن مستقبلهم وبإن العائل المغربي متآمير ومطبع وضعيف وتابع كلام قد متجاوزته السنون الحقيقة اليوم وأن ما يقوم العائل المغربي صراحة نشوف التمار نيالو وواضح العيان ونشوف ما يحدث في دول الجوار نشوف دول الجوار البؤس نشوف تونس البؤس نشوف جزائر البؤس المغرب طبعا نحن ليس دول سكندنافيا ولكن أوضعونا أفضل من سنوات ضوئية نشوف أورج كبرى نشوف إنجازات قرارات حاكمة العائل المغربية نشوف كيف أن الدول الغربية تسعى إلى حصول على اتفاقيات شاركة مع المملكة المغرب وفي وقت ماكرون وذلك الوفد لجمعه كي يزور المغرب كان هناك أيضا ووفد الكونغريس الأمريكي برلماني الجمهوري والديموقراطيين يرأس رئيس لجنة الدفاع استقبلوا ماكرون بالأمس استقبلوا بوريطا بالأمس اتفاقيات مع الولايات المتحدة اتفاقيات مع فرنسا ألمانيا قبل ذلك إسبانيا أكيد ستسلم إدارة الأجواء بعدها الاعتراف الفرنسي من المغرب وهذه دربة قادمة دربة قادمة نظام دولة العسكر طاج تبون طاج تبون شكي زور سلطنة عمان التي استقبلت ناتانيا وفي نكر منقلب قيس سعيد نحن ضد القضية الفلس كتب يعد شريط أنت تقلد المقلد والمقلد دائما نسخة التي يقدمها تكون أبهد وأسوأ من الأصل هذا المنقلب قيس سعيد مقلد فاشل حول قلد نظام دورة العسكر ومغتا هو التجرف القادية الفلسطينية والممنعة ولا تواف الإعلام دير وبعض الإعلام كنت قد التطبيع هو تبون هذا كبيركم أو كبيرك الذي علم كالسحر هذا تبون رمشة سلطنة عمان سلطنة عمان استقبلت ناتانيا هذا الإنسانية هذه الدولة دولة سلطنة عمان أيها الجزائريون لماذا القوم تدير تكلم على حماس المطبيعين المتصينين إسرائيل هذا الكلام الذي أصبح يضحك العالم والعالمين على من يردد والأمر سواء بالنسبة النظام الموقع أيها سلطنة عمان استقبلت ناتانيا في حفل مهيب استقبلوا ناتانيا وعلاقات سلطنة عمان بالدولة العبرية يعني علاقات يضربوا بهذا المثل ويقتدى به ويجب أن تدرس في معاهد التطبيع ونحن ندعو بالمناسبة الإخوة هذا المغرر به بعد الخطاب تبون ومنقر بقي السعيد يمش يشوف علاقات سلطنة عمان بالدولة العبرية ولعل عقولهم المظلمات تنفتح لحقيقة ما يجري في موحيطهم المهم هذه الزيارة الماكرو كانت وفق التوقعات وكانت تمر لجهود طويلة الدبلوماسي المغربية والسياسة الحكيمة العين المغربي محمد سديس أكيد أن يظل ويبقى لآخر الدهري إن شاء الله سأل الله سبحانه وتعالى للعائل المغربي الشفاء والسلامة والعافية وللمغرب الأمن والأمان ولنظام دورة العسكر سواء في تونس أو في جزائر لأن حتى تونس ره هي ماضية بشكل تدريجي لكي تتحول إلى دولة عسكرية رغم ليش نتكلم على فاتيكال العسكر في جزائر ربما هذا فاتيكال العسكر في جزائر غادي ولدنا وحد فاتيكال العسكر صغير في دولة أرمون قليبقى سعيد لأن الدولة التونسية هي دولة محكمة بذلك القانون للطوارئ الليومين هذا غياب الحريات غياب تعددية غياب الحياة الحزبية غياب مجتمع مدني فالتونسيون بدأوا يحنون إلى حقبة زين عابدي منها شوفوا مني ولو التونسيون اليوم بدأوا يحنوا لحقبة زين عابدي من غالي هذا يلخص لكم موضعي لكي عيشوا التونسيون والتونسيون اليوم داخل دولة المنقلب قيس سعيد لأن حتى ولو انتخبت نفسك مئة مرة فستظل منقلبا ستوتى على الحكمي في تونس رئيس بلا شرعية إلى أن تتغير الأوضاع وينتخب التونسيون والجزائريون من يمثلهم تمثيلا حقيقيا نابعا من صناديقه الاقتراع اكتفي بهذا القدر من سوش يبدأ لإعجاب كتاب التعليق لتتوقع مع المحتوى النوع من الموضع فضلا وليس أمرا استوضعكم من لا تضيعوا ودائعوا وإلى مباشر آخر وموضوع آخر بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته